لإختياركم نجمة فهم وشكرا لإختياركم لإميسيون بتاعنا بشة سمونا وتابعونا حتيش النص النهار تابعونا على 884599889 سينة زيدة على www.njmafem.com سينة تلقونا على الباش فيسبوك أوفيسيال متاعنا في الفيديو لايف وستخيميك لايف على النجمة فهم الباش فيسبوك متاعنا تحية كبيرة برشا لللي سمونا وتابعونا مصباح حتيش للوقيت هذا كريم مبروكي صباح علينا صباح الورد إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وانتوما اللي تخلونا في الكومنتر تحت البوبليكاسيون متاعزوم 73 سينة منزلنا متواصلين معاكم حتيش النص النهار تماما ما تبعدوش عالينا والبداية ديما بالدخلات وتسويت معاسي حافظ ايش معنتها تكب الخير في التراب جي صابت مشماش مايبع هاش يكبها في التراب جي صابت دقلة مايصدر هاش يكبها في التراب جي صابت أحليب معباش من هالجيب يكبها في التراب جي صابت زيت زيتونة والسوم مايامليش عيوني كبها في التراب بربي ايش تحب تفسرلي بايش تحب تقنعني واللي تفقير زوالي متغشش ايش تحب توصلي يا سيدي اسمع مني الكلمتين وصبر علي شوية يا نور العين عرقتك مع الدولة مانيش مستعدنا تفع حقها وكان عندك اشكون مسكر لك البيبان سمصار ولا مضارب ولا محتكر جيعان مش مشكلتي تعرفش عليش مش مشكلتي خاطركم تتعاركوا بيش تغليوا علي العيشة وكل واحد فيكم عامل على راس وريشة اينا ايش مدخني خوي الفلاح نعطيك حل بيش ترتاح صاحبك مش الدولة صاحبك المواطن البسيط في عوض الطيش الخير في التراب اعطيه للزوالي يا غالي وقتها تتعاطف معك الناس وتنزل عليك بركة ربي وقتها نجي وكنجمع معك الصابة وخلصنا زيتون انتي تتفرهد واحنا نتفرهد حسابك غالتي يا بيهي تحب تولي غني في ليلة ونهار تحب تبيع الصابة بالقورو والدولار عرقتك مع الدولة ماندخلش فيها طايش في التراب طايش في البحر طايش في الزبلة بتبيعتي صابة ماجيني شي منتا لها ومورك مدام ما فكرتش فيها مانيش باش نحافظ على شعورك وربي يجيب القسم هذه ما المساج للفلاحة بتتخلصي حافظ تختاروا اليوم هكا؟ والله أنا خممت عليها ديما في العركات اللي تسير بين معانتا سياسيين ولا بين معانتا الفاعلين الاقتصاديين وكل شيء اشكون يدفع ثمن في الاخر يدفعها هو المواطن اما الفلاحة ده مواطن هو مواطن صحيح ما يدفعها هو المواطن هو ما يحب يقول لي مثلا نكب وينها تزيد في الطراب وما نبيعوش بالرخص نعم لانش عندي ما نربح كنت تبيعوه بحدش دينار وتربح انت برك مم معانتا ثم حلول في عود تتجه تمشي انت للمواطن تمشي للدولة باش تلقلك حلول امشي للمواطن تلقلك حلول كنت تحذيره ماهو يحبه راو تزيد امشي للمواطن أعطيك في روندونية صدقني إلا لا يربح حق نهاش العاملة وناهو القيام بها يقفت بالغادر يتحامل برشة مسؤولية على خاطر من عرش نعم تربي وقل نطيشوها ونلقاو الحلول حلول بديلة وهي سوق التونسية والفلاحة لا يحبوش يتواجهوا للسوق التونسية على خاطر مش بالعملة صعبة مثالش نربحو شوية نزيد الضغط من المنظمات اللي هما ينتويو تحت هذا ريمي نجم يقلك هو مع المنظمات المنظمات شكون رئيس رؤساء المنظمات هذو ما هما فلاحة معناتها في الأخر مثالش أنا حسب رأي الوزير كما قلت قبلها من أفش الوزارة الفلاحة يكونوا تعادوا بتونس ولكن على قليلة نلقاو حلول بديلة منها الاتجاه للسوق التونسية والإنتاج المحلي تفكر السيحة وقت ضربت السيحة داخلية توجهنا للسيحة الداخلية وشوفنا معناتها المعطيات اللي صارت ما فيها بس نتواجهه للتونسا خطر بالحق رأو نحكي برشة عائلة التونسية اليوم راي ما هيش قادرة بشش ريزيت الزيتونة ما أنت انتي كي طيح له شوية في السوم ومسالش نهزو العسام الوسط دي ما نقول تايح شوية في السوم ما يتبزعش نعم تربيه في الشارع وأممتون الزاوي اللي نجم يستقاط ويخذ ويخذ على خمسة يترات زيت عام الجي عام الجي ما فاميش زيترا عام جي خذر زيت عام بعة كي ما قلت انتي العام الجي الصعبة تنجم تكون أقل وحاجة أخرى ولو يستعملوا في حاجات طبية وتجميلية دونك فاما توجوات أخرى راي تنجم تسير في السوق التونسية ما نقضوش معاملين كان على أنه وقت للخارج يشري من عنا باش نربحوا والصورة مع أنه سمحني سيحافظ مع أنه من شرعش للحكومة تصرفيتها تجاه الفلاحة وأهل القطاع على خاطر بالحق رام يعانيوا باش ينجموا يوصلوا يوصلوا نصابة هذية للمعاصر بقاءة كالوسيط دي ما فكر سيحسين الطايف رئيس الاتحاد الجهة والفلاحة يقول يبيع بربع دينارات لليترا للمعاصر المعاصر تقبلوا بربع دينارات ولأكثر راهو مع أنتها الوسيط المبين الفلاح والمواطن هو اللي زيت شعال الدنيا أنا والله الصورة اللي تعطيها للمواطن أو أنت يا أبريتو ما قلت أنت بكري بأيرود سقطت روحة الفلاح مواطن شنو الصورة اللي يعطيها لك يقدم التراكز بالبينة متاعه ويبدأ يتيش فيها في البردقين ويتيش فيها في الزبلة ويمشي هي الزير دمها روف أما في المنطقة متاعك غادي تم عبد ما تاكلش ما تاكلش برا مشيه الزيلة خلي تاكل ما يتعطف معك حد درا وكي تكبل حاجة هكيكة في الثرابة واضح خلينا نمشي وللموزيكا شوي آخر على نجمة فهم أنتو ما ما تبعدوش البعيد ديس وقتو ما تنسيوش إذا كان عندكم برشة حاجة تحبوا تقولوهم وتوصلوهم معليكم كنت خليوا ميساج على الباش بخيفين متاعنا على الباش فيسبوك نجمة فهم جوست إبدأ الميساج متاعك بألو نجمة ووصل صوتك كما أنت تحب ترجمة نانسي قنقر